تواصل فصائل من المعارضة السورية العسكرية المدعومة تركياً تقدمها على حساب تنظيم الدولة بالأطراف الشمالية الغربية لمدينة الباب في رف محافظة حلب بعد معارك مع الأخير. المقاتلون تمكنوا من إحكام سيطرتهم على أتلال 501 والكروم المشرفة على الأطراف الشمالية لمدينة الباب عقب هجوم خاطف نفذوه نحو مواقع التنظيم الذي حاول عناصره صد التقدم. إلا أن التغطية الجوية التركية كان لها دور كبير بكسر خطوطهم الدفاعية وتدميرها بعد سلسلة من الغارات الجوية التي طالت أطراف مدينة الباب الشمالية والشرقية. كذلك استهدف مقاتل الفصائل السورية بقذائف الهاون مواقع التنظيم على أطراف جبل عقيل غرب الباب موقعين عدداً من الإصابات في صفوفهم. وقد رد التنظيم على هذا القصف بمحاولة تسلل نحو تمركزات للفصائل والجيش التركي على أطراف قرية الغوز استشهد على إثرها عنصر من درع الفرات وجرح ثلاثة جنود أتراك بعد تصديهم لمحاولة تسلل عناصر التنظيم الذين قتل منهم سبعة عشر عنصراً. كما استشهد مدنيان وأصيب خمسة آخرون بينهم ثلاثة أطفال. بالتزامن مع تقدم قوات درع الفرات نحو مدينة الباب حققت قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها تقدماً جديداً في معركة الباب في المحورين الجنوبي والجنوبي الغربي حيث انتزعت قرى جديدة من تنظيم الدولة مدعومة بغطاء جوياً روسي. فيما توقعت تقارير سورية وتركية انسحب مسلح التنظيم من الباب واستقلق فصائل المعارضة من صفقة لتسليم المدينة للنظام في إطار اللعبة الدولية التي تجعل تنظيم الدولة يقاتل بشراسة أمام الجيش الحر ويتراجع أمام النظام وميليشياته. وبالفعل أشارت مصادر تركية إلى أن التنظيم بدأ بالتحضير للانسحاب من المدينة التي تعد أكبر معاقله المتبقية في رف حلب تخوفاً من إطباق الحصار عليه من قبل القوات التركية وقوات النظام التي تقتربان من المدينة.